ضمن جهودها في تنمية وتعزيز قطاع التعدين وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية امتياز لتطوير منطقة الامتياز A11 الواقع في محافظة لبريمي على مساحة تتجاوز 1400 كم مربع ومنطقة F51 الواقع في محافظة الوسطى على مساحة تتجاوز 200 كم مربع وزارة من ضمن الجهود التي عمل فيها لتطوير هذا القطاع هي طرح مناطق امتيازة وطرح مناطق امتيازة الان بحول الله بيكون عن طريق منصة طاقة مثل المصار بالنسبة للمواقع العامة وهذا التوجه راح يسهل ويسهل المستثمر الوصول للعروض الموجودة في هذا القطاع ويظهر الشفافية الموجودة في تكافؤ الفرص للحصول على هذه المناطق ولدى الوزارة خطة لإضافة بعد حزمة جديدة ان شاء الله في القريب العاجل في قطاع التعدين بإذن الله وتأتي الاتفاقية الأولى مع شركة الكروم العمانية لتنفيذ مسوحات طبغرافية وجيوفيزيائية واستشعار عن بعد بالإضافة إلى رسم الخرائط الجيولوجية وإجراء التحليل الجيوكيميائي الفيزيائي وتنفيذ عمليات حفر مكثفة وتتميز المنطقة بوجود سلسلة صخور الأفيولايت في الجزء الشرقي كما تحتوي على مؤشرات الكروم والنحاس هذه الاتفاقية وقعت على بنود لحق الامتياز في منطقة اسمها A-Eleven في شمال سلطنة عمان قريب من محظة أو في المحظة بالذات والحمد لله رب العالمين هذه مساحة هذه القطعة التي تسمى فيها الاستكشاف تقدر بحوالي 1430 كم مربع طبعاً شركة الكروم العمانية راح إن شاء الله تعالى تضخ أموال استثمارية في سبيل استكشاف الخامات ومواد خام في هذه المنطقة وتصل إلى حوالي 11 مليون و600 ألف دولار أمريكي متأملين خير في هذه المنطقة إن شاء الله تعالى وهذا طبعاً يأتي تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الطاقة والمعادن من ضمن أطرها إنها هي تقوم بتقسيم الأراضي وتبنح أراضي في محافظات السلطنة تطرحها في مزايدة وفي منافسة بين الشركات أما الاتفاقية الثانية فكانت مع شركة تنمية معادن عمان وتشمل المرحلة الأولية لعمليات الاستكشاف والقيام بالدراسات والمسوحات الطبغرافية والجولوجية بالإضافة إلى عمليات الحفر وتحليل العين وتحتوي منطقة الامتياز على كميات كبيرة من خامس سيليكا بنسب نقاوة تصل إلى 95% الاتفاقية للمربع 51F في منطقة محوت والمواد المستخرجة من هذا المربع بتكون إن شاء الله السيليكا وبعض المواد الصناعية كالدولومايت والحجر الجيري وغيرها من المواد الصناعية كذلك هناك إمكانية لبعض المواد الطينية المستخدمة في الصناع بعض الدراسات المبدئية ابتدت يعني خلاص وإن شاء الله سنواصل في عمليات الاستكشاف ومتأملين إن شاء الله نستكشف مواد صناعية أخرى أو مواد تعدينية أخرى وخلال الفترة الماضية جرى تخصيص مناطق للامتياز تطرح للتنافس على أسس الشفافية وتكافؤ الفرص إضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة في إدارة المواد الطبيعية وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في قطاع المعادن كما عملت وزارة الطاقة والمعادن على إنشاء منصة رقمية تتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى الفرص التعدينية المتاحة ترجمة نانسي قنقر